السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة مكنسي دي مؤسسة فيها ابحاث علمية كتير جدا واللي بيصدر لها اصدارات بصفة دورية ومجالات كتير جدا متنوعة. فهم دلوقتي عشان يواجبوا الزكاء الاصطناعي يعملوا حاجة اسمها ليلي. ليلي دي عبارة عن جهازات في اي اي يعني. عبارة عن حاجة عامة زي الشات جي بي تي. تقدر ان انت تتناقش وتتكلم معه. مش مش مجرد ان انت تدخل على الموقع وتعمل سيرش وتحمل بدي اف. لا ممكن تتكلم وتتناقش وابا والحاجات دي كلها فده يوفر لك الوقت. ليه سموها ليلي? ليلي دي كانت اسم اول موظفة اتعينت في مكنزي فتكريما لها سموا الاداة باسمها. مفروض بقى احنا لما نيجي ندور على المعلومة نسألها وتدور وتجيب لك الملخص. يعني بتتشوف اقرب عشوية مقالة اللي انت عايزه وتجيبهم وتخلطهم كده مع بعض. وبترح ما طلعلك مقالة ما حدش كتبها كأنك انت عاد تكرر خمس مقالات وبعد كده ما بتنقلش كوي بيست لأ انت بتكتب. فده مفيد جدا لان هيخليك تعمل حاجة كويسة. وحاجة ابتكارية وما فيش ان انت سرقها من مقالة وحاجات زي كده. المهم ان انت تلتزم بان انت تقول المساطر. وده اللي احنا اتكلم فيه ان الموقع ما تخافش من زكاء الصناعي بالعكس دعية تستعين بالزكاء الصناعي. وطواقع ان مش تبقى فيه موقع غير لما يكون فيه زكاء الصناعي. لازم يكون فيه على اقل شهات يجاوب على الاسئلة بدل ما تكون شوية حد يبعث لك اميل. لا هو الشهات بتدربه ويبدأ ان هو يجاوب على الاسئلة. ليلي دي هتاخد كل الكتب وكل المقالات وكل الابحاث وكل الدراسات. وتبدأ تحطم عندها وانت لما تدور على المعلومة هتلاقي على طول. خلي بالك ان هي غير محرك البحث. محرك البحث. هيجيب لك الصفحة ويقول خش شكرا. وانت بقى محتاج ان انت تزبط المعلومات. انما هنا ممكن تقول له. انا عايزك تربط لي بين متغيرين. عايز عارف هل فيه علاقة بينهم. وهل علاقة تراضية ولا عكسية. وهل علاقة دي سببية ولا بسببية. فده هيوفرك كتير جدا. المتسوقين انهم يطلقوها بحيس ان احنا نجربها ان شاء الله وان شاء الله تبقى مفيدة.